أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر بالدورة الذي تطلع به هيئة البحرين للثقافة والأثار في الحفاظ على تاريخ وحضارة البحرين وما تقدمه من برامج ثقافية تسهم في تنشيط حركة السياحة في البلاد وأكد سموه أن مشاركة مملكة البحرين في المعارض الدولية الكبرى كمعرض إكسبو ميلانو 2015 يسهم في إبراز الموروث الثقافي والحضاري الذي تتمتع به البحرين أمام الشعوب العالم داعيا سموه إلى تكثيف المشاركات الدولية في هذه المعارض لما لذلك من أهمية في توضيح صورة البحرين الحضارية وما حققته من نجاحات على مختلف المستويات جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصر الكضيبية صباح اليوم لعدد من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين حيث ناقش معهم سموه عددا من القضايا المحلية وخلال اللقاء عرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وذلك لحرصها الشديد على استثمار ما تزخر به مملكة البحرين من حضارة وتاريخ عريق بالشكل الصحيح وتقديمه للعالم فضلا عن رؤيتها في الحفاظ على التراث البحريني الأصيل من جانبها أعربت الشيخ مي بنت محمد الخليفة عن شكرها وتقديرها للدعم الذي تحظى به هيئة البحرين للثقافة والأثار من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في إنجاح العديد من البرامج والمشاركات التي قامت الهيئة بتنفيذها وقدمت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار شرحا عن ما يتمتع به جناح البحرين في معرض إكسبو 2015 من تميز وما حظي به من ردود فعل إيجابية من قبل الزوار ووسائل الإعلام إضافة إلى ما ستقدمه الأيهة هيئة من عروض في جناح البحرين في اليوم المخصص له والذي يصادف الرابع من سبتمبر 2014 المترجم للقناة